اشتركوا في القناة اهم حاجة ان انا كمحامي قبل ما ابدأ اشتغل اعرف انا هروح في اي محكمة بالضبط واهم حاجة في الاختصاص زي ما اتكلمنا هو الاختصاص الولائي ليه؟ لان يعني زي ما قلنا حتى الحكمة بتاعك بيبقى لو قدته من محكمة من جهة اختصاص ليه للمحكمة اللي المفروض تطرع على الحكم فقلنا الحكمة بيبقى ايه؟ بيبقى منعدم مش باطل بس ليه لاني طلع من جهة تانية خالص وتكلمنا في الاجراءات بعد انت بتلجع لها وقلنا ايه الفرق بين القضاء العادي والقضاء الاداري وامتى روح دي وامتى براشد دي وازاي اعرف ان المنازع الادارية وقلنا مسهل على ذلك منازعة العقود الادارية فاكرينها ولا نزيتوها لما قلنا الفرق بين العقد العادي والعقد الاداري وامتى اروح امتى اكيف العقد على انه عقد اداري وامتى اكيفه على انه عقد مدني او عقد من عقود الادارة الخاصة حتى وبالتالي اللي يختص به قضاء المدني وليس القضاء الايه فالاداري ولا نسيتو الكلام ده ولا ولا فاكرينه دي حاجات زي ما قلنا اخوانا انت مش محتاج ولازم تزود نفسك بهذه المعلومات لازم تكررها يعني برضو معلش شغل المهمات الممارسة مهمة جدا وفي نفس الوقت تكرار تكرار الحاجة وتعرف وتعرف ان دي اصرف فيها ازاي وزاي ما انا برضو السؤال والاطلاع والقراءة ثم القراءة ثم القراءة هو ده الذخيرة العلمية بتاعتها تمام قلنا بعد كده بعد الاختصاص الولاي وعرفنا امتى افرق بين المنازعة الادارية والمنازعة العادية وقلنا ان اركان المنازعة الادارية ان هي ايه ان هي احد اطرافها جاه ادارية وتلات حاجات احد اطرافها جاه ادارية اما مدعى ومدعى عليه والعقد الاداري اللي بتبرمه تكون لخدمة المرفق العام واهم حاجة التالت اللي هي ايه استعمال اساليب استثنائية في العقد ايه في العقد الاداري بحيث ان اللي يسموها اساليب السلطة العام تمام بعد كده هذه هي دي المنازعات الادارية فقط ما عدا ذلك فيه منازعات ادارية نص عليها قانون مجلس الدولة يعني دي المنازعات الادارية بصفة عامة اللي اطرافها او احد اطرافها ايه احد اطرافها جاه ادارية احد اطرافها جاه ادارية والدولة او الادارة هي صاحبة المنازعات يعني اصدار قرارات ادارية متعلقة بقى لما هنفتح بعد كده قانون مجلس الدولة هنلاقي اختصاص محكمة القضاء الاداري ايه واختصاص ده بنتكلم داخل بقى داخل ايه داخل القضاء الاداري احنا عرفنا دلوقتي الشرط الاساسي ان انا اروح القضاء الاداري او اروح القضاء المدني طب او ادخل القضاء الاداري consortia طب ادخل الجهة الاداري طب او الان اختصاص نوعي طب انا من الاجتماع ادارية او ولا اقدر اتر случае ان انا اicism ادخل القضاء الاداري او عن اخر ان اذهب القضاء الاداري او انا اكتصاص نوعي 네 되는데 ان شاء اروا قد اطرافك الإداري فيه اختصاصات داخلية داخل جهاد القضاء الإداري ده يسموه الاختصاص النوعي للمحاكم يعني امتى بقى تبنى لازم اعرف اختصاص او تشكيل مجلس الدولة انواع المحاكم الموجودة ايه في مجلس الدولة ما انت مش هنخش بقى خلاص انا عرفت اللي المناطع عليه إدارية وهروح القضاء الإداري مش هنروح القضاء المالي هروح اخبر كده على مجلس الدولة وخلاص وقول ان ارفع القضية في مجلس الدولة ولا داخل مجلس الدولة فيه ايه فيه محاكم مختلفة فيه محاكم مختلفة يبقى لازمانك المحامي اعرف ايه المحاكم المختلفة اللي بيتشكل منها مجلس الدولة او القضاء الإداري عشان اعرف ان كل محكمة ايضا لها اختصاص وبالتالي لو رحت رفعت ودام محكمة غير مختصة برضو هاعف نفس المشكلة وهي ايه وهي ان انا هستلس سنة ولا سنتين في المحكمة وبص الاقي طلع الحكم بايه مش بعدم اختصاص بلايه بقى حاكمة المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر ايه بنظر الدعوة وحالتها المحكمة كذا يبقى اروح ابدأ تالي من جديد يبقى انا برضو نظرا لعدم مذاكرته كويس او عدم فهم كويس ليه اختصاص المحاكم النوعي داخل محاكم مجلس الدولة ضيعت وقتي وضيعت جهده يبقى مهم جدا ان انا اعرف ايه هي تشكيلات المحاكم داخل مجلس الدولة طيب لو روحت بقى القضاء المدن يبقى برضو مهم جدا ان انا ايه اعرف برضو ايه هو الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء المدن ليه فيه دوائر مدنية وفيه محكمة اقتصادية وفيه محكمة احوال شخصية وفيه محاكم تجارية يعني برضو يبقى لازم اعرف النزاع اللي انا بدرسه او الشخص ده صاحب النزاع موكلني فيه لازم اعرف قبل ما ابدأ اتحرك اقول له احنا هنرفع الوضع قدام محكمة كذا يبقى داخل القضاء المدني هل العقد ده عقد ايجار ولا عقد بيئ طب مدني حكومة ولا مدني عادي طب احوال شخصية وانواع الاحوال الشخصية ايه قضية الطلاق ولا قضية الخلع ولا قضية الشهد ان القرون يا اخوانا دايما قلنا اقول اليوم متفرع الشبكة بتنزل من حاجة لحاجة لحاجة تتفرع لغاية ما تفصل للحاجة اللي انت عايز ما لازم معرف اداري ولا مدن طب داخل الادار ايه طب داخل المدنة ايه طب المدنة احوال شخصية نوع القضية ايه طب القضايا تجارية محكمة تجارية هل محكمة تجارية ولا محكمة المحكمة الاقتصادية يبقى لازم معرف اختصاص المحكمة الاقتصادية ايه واختصاص المحكمة التجارية ايه الشهد اللي لازم اقرأ مصبوط لاختصاص الدقيق بالضبط عشان ده بيوفر علي مجهول كبير جدا وبيوفر على المتقادم مجهول كبير وبيوفر على المحكمة يعني إيه ده بقى إيه المحكمة توقع بتدرس الوضعية وفلاخ تديرك حكم بعد المختصاص ولا فصلت ولا عمل يبقى أنت برضو ضيعت وقتك عشان كده بنقول دول المحامي مهمة جدا جدا يبقى داخل القضايا المدني ده خلاص ده يجاراته داخل القضايا المدني لما احنا بنتكلم في القضايا الإداري مهم جدا ان انا اعرف تشكيلات القضايا الادارية الاول احنا قلنا قبل كده في حاجة اسمها مجلس الدولة وفي حاجة اسمها ايه البعض يقولك القضايا الادارية هل في فرق من اثنين ولا ما فيش ها في فرق ولا ما فيش انا عايز برضو نتفاعل في الاجابة والاسئلة وانا عنده حاجة يقولها عشان برضو نبعد عن حد ده دي دورة تدريبية تدريبية المفروض يعني ان انا حتى بركز فيها على الجانب العامل انا مش قاعد اشرح كتاب مجلس الدولة بتاع سنة ثالثة انا بشرحه من خلال النقطة الاساسية المهمة بالنسبة لكم تفترض ان انت نفسك داخل حاليا دلوقتي داخل مجلس الدولة معاك قضية هتروح ترفعها داخل مجلس الدولة عشان لما تيجي بعض الزمرة منكم سألوني ازاي اروح مجلس الدولة ازاي ارفع القضية ازاي 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 احنا بنتكلم فيه مش مش هشرح لك قانون مجلس الدولة نظر او مادة كده بتقول كده لا الكلام ده عدى وقته وانت اصبحت دلوقتي راجل ايه؟ راجل عملي وراجل بتمارس العمل خلاص عندنا عضية هتروح فيها مجلس الدولة هتروح ازاي مجلس الدولة ماذا معرف الاول؟ ايه الفرق من مجلس الدولة وبين؟ القضايا الاداري عشان بنسمع حد يقولك القضايا الاداري على مجلس الدولة وحد يقولك مجلس الدولة انا كمحامي وكرجل قانون وكواحدة متخصصة في القانون بقولك من ضمن اساسيات اختصاص المحامي بالذات او رجل القانون ايا كان شكله محامي او قاضي او هيرو لازم يضع الايه؟ النقاط على الحروب النقاط على ايه؟ على الحروب بمعنى ان انت لا تطلق الكلمة وما تطلحش الكلمة منبوها كده عشوائي لازم افرق الكلمة اللي انا بقولها ايه بالضبط الشخص العادي يتكلم زي معاني انما انت لازم تعرف تضع الكلمة في محلها في ايه الفرق بقى واحد تسمع ناس كتير يقولك انا ارفع عضايا في مجلس الدولة واحد تاني يقولك انا ارفعها في محكمة القضايا الاداري او في القضايا الاداري طب انا لازم اميز كمحام حتى بينك من نفسك ايه الفرق من مجلس الدولة والقضايا الاداري حتى اعرف حتى ايه؟ فضلنا مجلس الدولة مجلس الدولة مجلس الدولة عادي مقادي ومقادي ومقادي تمام ده الفرق مقادي حتى تاني الشباب كلنا بنسمع يقولك فلان الفلان المحامي بين محاكم الجنايات والاحوال الشخصية ومجلس الدول ومحمد تلك ليه كذبه والقضاء الإداري الفرق ها هل هما الاثنين واحد والاثنين مختلفين ما لازم في حاجات كده حتى وانت ماشي كده لما تقرى حاجة كده وانت قاعد حتى تلاقي كلمة مكتوبة لازم تعرفها ايه زي الفرق من الجناة والجنح والاثنين فعلي مؤثم ايه الفرق من الجناة والجنح ايه الفرق من السجن او السجن والحبس مظبوط يعني الحاجات دي هما الاثنين عقوبات سريبة للحرية بس دي لها نظام ودي لها نظام الشاهد المحمد ده ايه المفروض ايه الفرق من الطلاق والتطليق مثلا ايه الفرق من دي ودي ايه الفرق من الطلاق والتطليق ايه الفرق من الدولة ايه الفرق من الدولة داخل مجلس الدولة ومجلس الدولة ده يعتبر من ضمن الحاجات اللي تحمد لمصر ونوع من تطور القضاء في مصر وتطور نظام القضاء في مصر واحد يقولك احنا لازم يبقى عندنا جهتين قضاء عادي وإداري ومجلس دولة وغيره طيب كنا ليه ما كنا خلناهم قضاء مواحد وخلاص زي ما قلنا نفيه نوعين من القضاء قضاء مواحد وقضاء ايه مستور ايه اللي خلانا نرجع للقضاء المستور ده نوع من تطور نظام القضاء مصر خادت بالنظام ده من فرنسا فرنسا سنة 1789 قبل ما تقوموا الثورة الفرنسية كانت الدنيا برضو ملكية وكانت الدنيا هايسا ببعضها قامت الثورة على برضو لتطوير النظام السياسي والقضاء ولكده كان الاول ما فيش قضاء خاطر كان او بالنسبة للإدارة على الاقل كانت الإدارة خلاص الإدارة زيها زي اي واحد اللي يحصل له خطأ ويطلع له قرار ضده يتظلم لصاحب الشأن خلاص وبعدين يديره حقه يديره ما يديروش ما يديروش كانوا بيسموه القضاء الايه القضاء المحجوز القضاء المحجوز ليه اللي هو انت بتشكي أحمد الحق أحمد خلاص اللي هو حليل موجود برضو عندنا يقولك روح تظلم بس التطور عندنا بقى مش كفاية التظلم بس لما واحد يظلمك بلا حقك ذاك حاجة بتعمل يقوله روح يعمل تظلم لما للرئيس اللي قصدر القرار أو للرئيس الاعلى مده وخلص الأمر على كده عطوني حق عطوني ما عطليش خلاص ما نظلمته خلاص لأ تطور حقوق الإنسان مع الصورة الفرنسية قالك لأ دا احنا لازم نغير نظام التظلمات دا ونازم نعمل حاجة تبقى محكمة لإيه ان الأول يعني يتم الفصل في النزاع من جهة المستقبل فعملوا قضاء السمرور قضاء المفاوض مفاوض ليه ان يشكلوا ناس خصص ونجهات داخل الجهة الإدارية زي مثلا لجانة تظلمات كده قولك فيه لجنة تظلمات في الدرائي فيه لجنة تظلمات مثلا في الجهة الإدارية تنظر هذه التظلمات وهي اللجن بيبقى ديها نوع من الاستقلال بحيث ان يعني على الأقل تبحث التظلم اللي أمامها باستقلالية وبحيث وما يبقاش عندها خوف من التأثير فكان الأول يعمل إيه يشكل اللجنة أو اللجنة تقول كلمتها ولكن في النهاية كان اعتماد نتيجة التظلم برضو من الرئيس الإيه من الرئيس الإداري الأعلى يبقى برضو عملية مش كاملة عملية مش كاملة راح وقال لك لا نعمل بقى إيه نخصص ناس حتى لو مش قضاه نخلي كلامهم نهاء بحيث ان الله يعرض على السلطة المختصة يعني لما يفصلوا لزع لأنه برضو طالما هيعرض على السلطة المختصة اعتماد يبقى فيه نوع خوف من السلطة المختصة فما يجدوش رأيهم بحرية فالمتظلم ما ياخدش حقه فبدأوا ايه بيسموه بقى ايه القضايا الايه المستقرة على أساس ان ما فيش اعتماد من السلطة المختصة ورقب من مجالس التأديب عندنا دلوقت ان الكرة تلاقي في بعض مجالس التأديب يعرض الشخص اللي يرتكب من خلفه يوحيل الدحان للمجلس التأديب مجلس التأديب يبدأ كلمته يديله العقوبة وقرار مجلس التأديب يبقى قرار ايه قرار نهائي لا يعتمد من السلطة المختصة وبالتالي لا يحتاج الى تصديق من السلطة المختصة اتطور الامر اكتر انا احنا نعمل بقى حاجة يسميها المحاكم الادارية ان انا ايه بقى في المحاكم الادارية ان انا اخلي الناس اللي تفصل في التظلمات دي قضاها وقضاها بقى بمعنى قضاهم لا سلطان عليهم الا ضميرهم او القرن بمعنى ان خلاص الحكمة بتاعهم يبقى حكم انها يبقى ممكن يتم السئنافه برضو دي زيادة في حقوق الانسان عشان القضاها دول بشر واحتمال يخطأ فعملوا حاجة سموها ايه سموها مجلس الدولة وخلوا قضاها اداري مستقل في فرنسا مصر خدف من النظام الفرنسي 1900 كام 1900 كام مجلس الدول قمشت سنة كام في مصر سنة كام يا خل ستة وكام ستة واربعين 1946 يعني في عهد الملكية كمان وقال لك ان احنا نعمل قضاء داري مستقل وجهاز قضاء مستقل له نظامه وله منازعاته وله قضاته المستقلين والمتخصصين كمان يعني وده نعم من زي ما احنا قلنا كده نعم من الجودة ونعم من تطوير النظام القضاء فراحوا بعتوا جماعة فرنسا كان على رسوم الفقه الدستوري الدكتور السنهول عليه رحمة الله وجابوا النظام الفرنسي بل تطوروا عليه كمان لدرجة ان احيانا فيه حاجات في مصر مش موجودة كمان في فرنسا يعني ايه خاده النظام كده كانت الاول المناذعات كلها بتعرض ع القضاء العاد يعني ما كانش فيه قاضي اداري او لا قضاء اداري ولا كذا خلاص وفيه نزاع اداري بل patreon جهة الإدارية باروح ارفع دعوة على الجهة الإدارية وفي المحكمة العادية والمحكمة العادية كمان انتبصوا تلاقي المحكمة كاملة في أيام المحاكمة مختلطة قدام المحكمة تلاقي نزاع اداري على نزاع مدني على نزاع أحوال شخصية على نزاع جنائي نظام قضاء موجود بدأوا يخصصوا شوية قال لك لا جنبا لما عملية تطورت أكتر عملوا دوايا فخلوا لهم دوايا الإدارية دوايا المدنية دوايا الأحوال شخصية قريب من النظام الحالي اللي موجود حاليا انتوا لقي محكمة كدر الأحوال الشخصية محكمة كدر الأسرة محكمة اقتصادية يعني حصل نوع من التخصص داخل القضايا العادي نفسه وجمع عندي القضايا الإداري بقى وقال لك لا احنا نعمل جهاز كامل نسميه القضايا الإداري او نسميه مجلس الدول او نسميه ايه مجلس الدول وفصلوا النظامين عن بعضه ده بقى نظام قضايا مستقل له محكمة مبتدائية ومحكمة السيناف ومحكمة ناط اللي هي المحكمة الإدارية العالية وعندي النظام القضايا العادي اللي هو المحكمة المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وعلى رأسهم محكمة ايه برضو فيه سناف وفيه محكمة النوع تمام يبقى انفصل الجهاد القضاء الإداري عن القضاء العالم من سنة ستة واربعين اصبح هناك محاكم قضاء إداري واصبح هناك محاكم مدنية ومحاكم عدية واصبح ما يسمى اللي احنا قلنا عليه الايه الاختصاص الولائي بحيث انه ما ينفعش نهائي اننا اخذ نزع هنا وارفعه هنا اواخد من المدني وارفع فيه الاداري زي من التفاعل عملوا ايه تالي في مجلس الدولة وده الفرق اللي انا عزاولوك وعليه اللي انا بيعرفين كمحامين ان مجلس الدولة ليه سموه مجلس الدولة رغم انه هم اساسا جباها القضاء الإداري لاني ضفوا لهم اختصاصين تالي ضفوا ايه ده السبب ان يسموه مجلس الدولة خلموا القضاء الإداري زي ما هو قائم وضافوا ليه قسم اسمه قسم الفتوى والقسم التاني اسمه قسم ايه قسم التشريع يبقى مجلس الدولة دخله تلت اجهزة تلت ايه اجهزة جهاز قداري وجهاز افتائي وجهاز ايه وجهاز تشريع عشان كده هو ده اللي يطلق عليه مجلس الدول هو ده اللي يطلق عليه ايه مجلس الدول يبقى فيه قسم الفتوى وفيه قسم التشريع وفي قسم القضاء قسم الفتوى لازم اعرف انا كمحامي وده كله خدناه المفروض ان انا اخدناه في سنة تارتا معرفش انتو خدتوه انا خدتوهش ولا اغلب الدكات انا ما كانوش بيشرحوه يقول لك اصلا هو مش موضع امتحانات فلا كانت الاسد بيهتموا به ولا الطلبة بيهتموا به طالما مش هينو منه في امتحان يبقى ايه ما دلوش امال لا انا دلوقتي اصبحت محام اديني محتاج له ماینفعش اقول لي نفسي اصلا عينو دلسناهاش ماينفعش اقول لي نفسي اصلا حتى مش هشتغل قضاء اداري لا احنا زي ما قلنا عدد كبير من المنزعات جدا اصبح في اختصاص القضاء الاداري فلازم انا اعرف النظام ايه بالظبط ولما واحد اقول لي مجلس دولة لازم اعرف يعني ايه مجلس الدولة ولما يقول لي قضاء اداري اعرف يعني ايه قضاء اداري ولما يقول لي انه اللى حتفاته انا جبت فتوة المعنىس الدولة ما فيش حد يقولك ببتفاته من المحكمة في حد يقولك ببتفاته من قضاء لدري لما انت ديجي للوقت ماولك عندك قسم فتوى قسم تشريع قسم قضاء دولة يطلق عليهم efficient مجلس الدولة يبقى مجلس الدولة الاخت اللي قالت مس هو جزء من القسم القضاء spotlight عندي لانا я бы кулك القسم القضاء casting تشكلات ولا هاتقول为t تشكلات الكسم الخضائي طبقاً لقلول مجلس الدولة بيبدأ بالمحاكم الإدارية كدرجة أولى اللي هو القسم الخضائي بقى محاكم إدارية ثم محاكم القضاء إداري اللي هي المحاكم السنافية ثم المحكمة الإدارية العليا اللي هي على رأس القسم الخضائي في مجلس الدولة ثم هيئة مفوضي الدولة دولة الأربع فروعة بيتكون منهم القسم الخضائي اللي انت كمحامي لازم هتمر عليهم ولازم تبقى عرفهم ايه هما بالظبط وده بيشتغل ايه وده بيشتغل ايه بالاضافة لهذا القسم فيه قسمين اخرين برضو بيحلوا نزاعات بس بيحلوا نزاعات ومش بطريق قضاء مش بطريق ايه مش بطريق قضاء يعني ما بنتلحش حكام القسم القضاء لازم في النهاية تقول حكمة المحكمة وده اخد حكم قضاء له كافة اركان الحكم القضاء وينطبق عليه قانون او نظام الحكم القضاء اللي هو نص عليه قانون المرافعات كاملا وبالتالي بده حكم القضاء فصل في خصومه فصل في ايه في خصومه القسمين التانيين عملوهم عشان ايه عشان يخفوا النزاعات على القسم القضاء عشان يخفوا النزاعات على القسم القضاء بحيث إن مش كل واحد عايز عنده مشكلة روح أرفع دعا مش كل واحد روح أرفع دعا فعملوا بقى اللي هو قسم إيه عملوا قسم يسموه قسم الفتوى قسم الإفتاء وعملوا قسم يسموه قسم التشريع دي حاجة تشريعي فأصبح قسم الفتوى يعمل إيه يبدي الرأي ما يفصلش في خصومة يبدي الرأي في المسائل القانونية الرسمية التي تتبدأ للجهات الحكومية والجهات القدرية يعني هو بيسموه معاون الجهة الإدارية في مجال التنفيذ يقوم بعمل إيه؟ تنفيذي من اللي بيقوم بهذا العمل؟ أيضا عضو من مجلس الدولة أو مجموعة أعضاء من مجلس الدولة قضاء بمعنى القاضي في السلطة القضائية ولكن أثناء وجوده في الفتوى في إدارة الفتوى لا يمارس عملا قضائيا وإنما يمارس عملا إيه؟ إفتائيا زي أي واحد أنت كمحامي دلوقتي ممكن تشتغل إيه؟ تبدأ رأي يما يجي واحد يأخذ رأيك استشارة فقط مش عندك استشارة أنا ما عندكش خلاص يقولك أنا راحي استشارة معاون ده فتوى أنت طلحت له حاجة اديته رأي القانون رأي كيف في المساءة دي أعملي فيها؟ والله رأي كذا كان برضو في الجهات الإدارية في رأي قانوني يبدأ بس اللي بطلبه هنا مين بقى؟ اللي بتطلبه هنا الإدارة اللي بتطلبه الإدارة فعملوا قسم فتوى تخلوه مجموعة إدارات فتوى على كل وزارات الدولة تخصصوهم عندنا في مجلس الدولة 12 إدارة فتوى 12 إدارة فتوى كل إدارة بتختص بوزارة أو أكتر حسب حجم الوزارات نفسها وفي الغرب يجمعوا وزارتين ثلاثة يخلوهم أو يخصصوهم إدارة فتوى مختصة من إيه؟ من مجلس الدولة يعني بتطلب كل وزارة لها إدارة فتوى؟ نعم كل وزارة أو مطموعة وزارة حسب حجم العام يعني وزارة الدفاع عندك كده تلاقي إدارة الفتوى لوزارة الدفاع فقط تعمل إيه؟ ديه بتبدأ تختص بإبداء إدارة الفتوى لها ثلاثة أو أربعة خصصات بتختص أولا بإبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تطلبها لوزارة المعاملة يعني وزير الدفاع فيه أمر معين متعلق بها بأي أن كان عقد عايز ينفذه فيه مشكلة في العقد مع مقاولة عايز يخلصها يخلصها إزاي؟ فيه مشكلة متعلقة بضابط حتى الشؤون الوظيفية لضباط القوات المسلحة ننفذ الحكم ده إزاي؟ نعمل إيه مع الضابط ده؟ نعمل كده اللي هو كأنك مستشار مش كأنك هو يعتبر مستشار الحكومة أو مستشار الرسمي للوزارة معلى ذلك ده هو اللي هو بقى قراره اللي هو سلطة التعفيز اللي هو مين؟ اللي هو القاضي؟ أو المستشار بتأحداث الفتوى؟ بالإدارة بتأحداث الفتوى اللي تبعها بضارة الدفاع بالإدارة أه بتعمل إيه؟ لأ مش له هل الفتوى منزمة؟ أه ده اللي أحبنه بقى 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 هل ده لسه بقى دلقة حكومة تقول إنه هو يعني لما هيجي بحكم وحيارضه على إدارة الفتوى إدارة الفتوى هتقول القرار بتنفيذ الحكم أيوة هنقول هو السلطة يبقى هو لوحة التنفيذ كده؟ بالضبط كده يعني هو بيعمل إيه؟ شوفك أنا دلوقتي كاموس مش فتوى زي الإدارة التانية نعم مش إدارة فتوى لا ده إدارة إيه؟ إدارة لها قوة القرار اللي هي توقف اللي هي إدارة الفتوى اللي هي في وزارة الداخلية نعم أو في وزارة الحربية نعم ماشي فيه موضوع يتعرض على المحكمة نعم أو يتعرض على جهة نعم والجهة دي إدت ليه قرار صحيح عايزين ننفذه الزهر؟ عايزين ننفذه الزهر؟ أيوة يعمل إيه بقى؟ يقول لك المسؤول أو الوزير ابعت الموضوع دل مين لإدارة الفتوى بتاع مجلس الدولة بيروح كاتب جواب من عنده بيسموه طلب رأى السيد والمستشار طبعا إدارة الفتوى دي بتبقى مكونة من رئيسها بدرجة أحد نواب رئيس مجلس الدولة بدرجة نهاب رئيس مجلس الدولة تمام؟ وفي الغالي بيبقى من إيه من الخمسين واحد الأدامة يعني من أقدم خمسين يعني دايما بيجعلنا الضرك يا رئيس إدارة الفتوى بتبقى في أقدم خمسين موجودين تمام؟ يتبعت لرئيس دولة الفتوى يقول له والله فيه مشكلة كذا 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 يرجع إفادتنا بالرأي القانون مثلا الوزير المختص عنده مشكلة ممكن تحتمل أحد حليه فهو محتار تماما عايز حد يفتيني بس أنا عايز وأحيانا بيبقى له المستشار الخاص بتاعه أو المستشار قانوني يعني مثلا أنا حاليا مثلا نتقدم مستشار قانوني لوزير معين تمام؟ ده مستشار قانوني للوزير أو لمشكلات الوزارة اللي مع الوزير ممكن ياخد رأيي بس هل أنا رأيي كمستشار قانوني بالنسبة للوزير يعتبر رأيي رسمي؟ أرأيي جهة رسمية؟ لا مش جهة رسمية ده هو راجل مستعين بي وممكن يستعين بمحامة ممكن يستعين يعني مش شرط أنه ياخد واحد من مجلس الدولة هو حر يجيب اللي عايز يجيبه وإنما المستشار بتاعه أرأيه أنه هو عشان ينبهه أو ينوره للمسائل القانونية اللي هو شايف أنها محتاجة بعض لكن لو أنا عايز رأيي رسمي من جهة رسمية آه بنعمل إيه؟ نبعث من المفتي أو جهة الإفتاء الرسمية في مصر للحكومة أو لوزارات الدولة هي قسم الإفتاء في مجلس الدولة يعني أنت عايز فاتوى رسمية عشان أرأيها دماغ ولذلك أنا كمستشار قانوني لوزارة معينة فبعمل إيه؟ أحياناً في مسائل معينة ما بديش أنا رأيي فيها عشان ما حاركش إيه؟ عشان ما حاركش الوزير أو ما حاركش السلطة المختصة أقول له إيه؟ أحسن حاجة إحنا نبعث الموضوع ده المين؟ لإدارة الفاتوى في مجلس الدولة ليه؟ لأن هناك شوفة احتمال يقول لك أيوم هي الوزارة يعني يقول لك ببناء على رأي المستشار القانوني ممكن المستشار القانوني يكون إيه؟ يعني عايز جامل الوزارة اللي هو فيها وعايز جامل المسرح اللي هو فيها ويخون ضميره فيبدي لهم رأي يمشي مع مين؟ يمشي مع الوزارة لا أنا مش عايز كده أنا اللي أشير عليه كمستشار القانوني أقول له الموضوع ده قد يثير لبس معين فاحنا نبعثه لإدارة الفاتوى المختصة إدارة الفاتوى المختصة دي جهة إفتاء رسمية لا غبار عليها لا سلطان عليها إلا القانون كهي كإنها محكمة بس كل ما في الأمر أنها بتبدي رأياً ولا تبدي إيه؟ حكماً أو لا تصدر حكم خلاص يروح بعثه ليه رئيس إدارة الفاتوى فيه مشكلة كده كده يرجى إبداء الرأي القانوني إفادتنا بالرأي الرئيس إدارة الفاتوى بتبقى مكون عنده حوالي 10-15 مستشار أعضاء معاه يروح يحيل الموضوع لأحد السادة المستشارين يدرسه كمقرر ويقول له والله الرأي القانوني في المسألة دي كده 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 يجي رئيس الإدارة يجتمع يوم في الأسبوع مع كل أعضاء الإدارة العشرة وخمستشار كل واحد يرجع الموضوعات يتم المداولة كأنهم محكمة يتم المداولة في في الأراء المطلوبة أو الفتاوى المطلوبة كل واحد يرجع له لأنه عندي موضوع جايما من هيئة كده تبع وضالت كده بتعرض فيها مشكلة كذا 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 طيب عملت إيه فيها ساعة المستشار يقول لك والله أنا بحسب جبت قانون كذا وجبت قانون كذا وجبت قانون كذا وانتهيت بيقولك فتوى الوقاعة بتاعتها كذا يكتب الوقاعة تتلخص في كذا وبعدين النصوص القانونية اللي تصير الموضوع وبعدين يجيب أحكام الإدارية العرية يجيب فتاة وجمعية العمامية كأنه يكتب حق معه التقارير هاية مفاوضية وفي الآخر يقوله أن الموضوع ده يصير رأي أو رأيين أو تلاتة وأدلت كل رأي كذا وفي النهاية يكتب نره كذا 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 يتم طرح الموضوع للمدولة على كل الزمل اللي معاه يا أخوانا موافقين على الرأي اللي انتهى ليه المستشرف لن أيها موافقين أو مش موافقين ولو عد نقنقل شيبا إلى أن يتم الوصول لإيه للرأي النهاية في الفتوى ويجي رئيس إدارة الفتوى يطلع للجهل للوزير المختص يقوله الموضوع نرى كذا 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 يمضي رئيس إدارة الفتوى والمقرر معه كده إحنا طلعنا رأي قانوني منين رسمي وختم إدارة الفتوى يروح للوزير يقوله ده الرأي الرسمي هو في الموضوع كذا خلاص الوزير في الغالب بيبقى محتاج الرأي ده عشان يستند إيه عشان يستند لرأي رسمي إنما نيجي بقى نقول هالف فتوى اللي طلع ده ملزمة للوزير ولا مش ملزمة الرأي بتاعها الرأي شوف اسمه إيه اسمه رأي اسمه فهي رأيها غير ملزم للوزير بس في الغالب تاني تاني مانا قوليش عالتك اوه الرأي بتاعها ملزم 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 بعد التوقيت اه مهوم تمام تمام احنا بنتكلم بقى في ايه في التكييف القانون بتاعها او دائما قال لك كده القانون هو عايد يقول لك ايه دفاك هو مش عايد يهجر على صاحب الشهر ما هو بلاش منها ما هو بلاش منها اه لو هي مش هتفيده ما هي مش هتفيده اه بس انه ده نقول ايه انه عملا اللي بيحصل اللي بيطلب الفتوى مين الوزير المختص فهو في الغالب تسعين في المية ولا تسعة تسعين في المية مش هتطلب فتوى من جهة رسمية اللي وهو عايز سند خانوني يستهد اليه تمام فهو يعني يعني اصل الفتوى ما بتبقاش الادارة ما بتتطوعش وتبدي فتوى من عندها ده بتبدي فتوى من عندها على طلب سلطة مختصة ومش طلب اي حد ده لازم طلب السلطة المختصة يعني طلب الوزير يعني اي حد حتى لو وكيل الوزارة هو اللي طلب بنردوله الطلب بنقول له لا يرجى مخطبطنا من قبل ايه من قبل الوزير اللي هو سلطة المختصة ليه؟ لان انا هينفذ الفتوى عشان نبقى عارفين ان مش اي حد بيطلب الرأي ان الوزير مش هيطلب الرأي اللي هو محتاج ايه؟ محتاج الرأي فعلا انما كلمة ملزمة اللي غير ملزمة ده القوة القانونية بتاعة الفتوى ما انت عندك الملزم اللي له قوة ملزمة اللي هو ايه؟ الحكم القضاء انما عشان يقول ان الفتوى ملزمة انا اديتها قوة مش بتاعتها حتى الفتوى الشرعية مش ملزمة خلي بال يعني لو انت قلت لنا المرة بفاتة رأي المفتي في قضية ابن اعدام خلق؟ قلنا اينا برضو ممكن المفتي تطلع ويقولك احنا موفقين على اعدام فلان والمحكمة القانون اعدام هنأتاخد رأي المفتي ولكن هل المحكمة ملزمة برأي المفتي؟ ممكن المفتي يقولك اي وده ده كده يحتاج يستهل العدام ولكن المحكمة واحد بس يعترض على الحكم او ما وفقش على الحكم خلاص يبقى الحكم ايه؟ الحكم مش نافض ليه؟ عشان دي رغم انها فتوى شرعية لكن في نفس الوقت اسمها رأي واسمها ايه؟ واسمها فتوى فلما اجد القوة القانونية للفتوى اللي طلع من ادارة الفتوى القانون قالك انها غير ملزمة غير ملزمة ايه؟ لحاجة ايه؟ اولا هي مبارة دراء ثانيا حتى لا احجر على صاحب الشأن انه يولجع للقضاء لان الاصل هو لجوء الشخص للقاضي الطبيعي انما هم عمل ودرات الفتوى دي عشان تعاون القضاء وتخف ان زعت شوية على القضاء لكن تسعين في المية ولا تسعة وتسعين في المية ان اللي بيطلبها السلطة المختصة اللي هو الوزير ففي الغالب هو ما بيصدق يعمل ايه؟ يلاقي الزن القانون عشان لما يطلع القرار بتاعه يقولك ايه؟ وبعد الاطلاع على رأي ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة تمام؟ ادي دي ادارة الفتوى تشتغل ايه تاني ادارة الفتوى؟ قانون المناقصات والمزايدات او كل البشتريات الحكومية والتعاقدات الحكومية تشتغل قانوني للحكومة الدولة او الادارة شغل من ضمن شغلها بتعمل تعاقدات فعايز يضمن سلامة التعاقدات من الناحية القانونية ومن الناحية المالية فقانون المناقصات ده اشترط ان يحضر اللي كان البت مين اتنين حضورهم وجوه ولو ما حضرش واحد منهم عمل اللاجنة الابطر اللي هي ايه؟ اللي هي ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يحضر منها عط ووزارة المالية اللي هو المراقب المالي لازم يحضر عبر موزارة المالية اذا زادت قيمة الاعمال عن اتنين مليون جنيه حاليا تمام؟ الهدف ايه؟ عايز يحافظ على المال العام فلادم يبقي فيه مراقب مالي يضمن صحة الاجراءات المالية ولدم يبقي فيه مراقب قانوني يضمن صاحة الاجراءات الانينية بالاضافة الى اعضاء اللاجنة اللى هم في الالب يبقى فيهم برضو عضو من شعوره الخارجية من اليهة ويبقى فيهم عضو مراقب مالي من ادارة الحسابات organizations ادارة الفتوى وبيت حافظ على ادارة الجنفية على قيمة الدولية ها؟ من اللي يتحمل أثار القانونية على إبداء رأي من لأنه يتفضل وشيء؟ الأثار القانونية على إبداء الرأي إزاي؟ هي اللي أعتبكم هنا إذا كان اللي يتفضل رأي مرضي أو تنهي مرضي؟ ها؟ تمام؟ أتفاضل بتاعه هو بيسهل من اللي يتحمل الأثار القانونية على إنها مرضمة ولا مش مرضمة؟ صار كويس، وده الفرق؟ ليه القانون لما قالك مرضمة ولا مش مرضمة؟ والقانون عايز إمن دي؟ لما نفس القانون المجدد أقول لك يا رأي قدرت الفترة غير ملزمة؟ أو استشاري؟ لأن لو قال ملزم يبقى عدم تنفيذها إيه؟ من قبل السلطة المختصة؟ مخالفة قانونية؟ مخالفة إدارية وتأدبية؟ يعني لما ييجي أقول للرأي ملخ وأنا أجي كسلطة مختصة أعمل عكس هذا الرأي وما نفذوش ولا نفذ رأي تاني؟ هنا تحمل المسؤولية بقى ليه؟ لأن ده يعتبر خروج على مقتدر واجب الوظيفي وتعتبر جريمة تأدبية يعاقب عليها المختص بعدم تنفيذها إذا كانت ملزمة، لكن لما هي مش ملزمة بقى ده الفرق؟ معناها أنه بيطرق القرار لنين؟ للسلطة المختصة، أن يجوز لها أن تنفذها وفي ذات الوقت يجوز لها أن تنفذها إذا ارتأت أن عدم تنفيذها قد يكون في صالح الوظارة وهو القانون الإداري بالذات يا أخوانا دايماً بنقول أن المشرنة مش عايز يغلق يد الإدارة عن الإدارة يد السلطة المختصة عن الإدارة لأن الأصل، الأصل في العمل الإداري أو الأصل في ممارسة الإختصاص هي سلطة التقدرية أو سلطة المقيدة؟ يعني أنا مدير مكان دلوقت سعالة الأمين العام هو أمين عام النقابة هو الذي يعتبر المدير الإدارة التنفيذي للنقابة لجميع أمور النقابة ما يتعلق بها، صح؟ الأصل بقى أن أقول له لازم تعمل واحد اتنين ثلاثة أو الأصل هو السلطة التقدرية في إدارة النقابة؟ الوزير، الأصل في الوزير السلطة التقدرية أو السلطة المقيدة؟ السلطة التقدرية عشان لازم نعرف دي واحد يقول لك إيه لا دا لازم القانون يكون قال له أعمل كذا وكذا 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 لا، في الإدارة الأصل في الأشياء الإبعاء، نطبق المبدأ دا إن الإدارة الأصل فيها السلطة التقدرية والاستثناء هو السلطة المقيدة سلطة المقيدة يعني إيه؟ إن القانون يقول لي أحذر كذا، يجب كذا، لا يجوز كذا هم دول السلطة المقيدة اللي أنا ما عملهمش، ما عدا ذلك يجوز لي كذا إنما المدير الثيوقراتي يقول عليه في علم الإدارة اللي هو عام زي إيه، يقول لك أنا قدامي زي خاط السكر حديد كذا يقول لك إيه لا والله أنا القانون قال لي أعمل هعمل تبقى القانون يقول على المالك بقى يقول لك كل تصرق يقول لك القانون ويقول لك أعمله، لا، يبقى كده مش هندير المكان القانون يقول لي لا تفعل كذا 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 وما عدا ذلك إيه؟ أنت حر فيه، دا حتى مبدأ القرآني ومبدأ أصولي ليه؟ ربنا في القرآن لما حرم، عمل إيه؟ قال إيه؟ حرمت عليكم وحدكم وخواتكم وخالاتكم وكذا، عد 12 محرمات، وبعد كده قال إيه؟ كمان تلقى وأحل لكم ما وراء ذلك يبقى يبقى أنت دايما الاستثناء ودي خدناها في التشريعات في القانون فأي تشريع في القانون لازم أحط الاستثناء على سبيل الحاصر، الاستثناء إيه؟ على سبيل الحاصر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وبعدين الباية خلاص كده، واستثناء من ذلك كذا دايما المعدود ده هو الاستثناء، واللي مش معدود المباحة والإيه؟ العادي، على أساس أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن العمل الإداري ما ينفعش أغلي هذا الإدارة، وأقول له بقى لا، أنت لازم تنفذ رأي الفاتوة ده، أنا كده غليت إيده وتركت ليه، يعني حجرت على السلطة التقديرية بتاعته، عشان كده قال له والله دي رأي القانون، وأنت حر فيه، تنفذوا، تنفذوا، ما تنفذوش خلاص هو رأي استشار الأصل إيه؟ الأصل إن نفذوا، أهلا ما سهلا، ما نفذوش، ما نفذس رأي الفاتوة، يبقى مخالف هنا، أو التكب مخالفة تعذبية؟ لا، أنا أعطانش أقول التكب مخالفة تعذبية، لإيه؟ لأن القانون نفسه قال له الفاتوة دي غل مطمئة، إنما لو هو حكم قضائي بقى، وراح ما نفذوش، دي مش بمخالفة تعذبية بس، دي جريمة جنائية، الامتناء عن تنفيذ حكم قضائي وشك يكون حتبقى للمدى 123 من قانون العقوبات، يعاقب عليها بالحفز ست شهور وبالعجل الموظيف، لأن ده حق، وده الفرق بين الفاتوة وبين إيه؟ وبين الحق، نرجع تاني الفاتوة الفاتوة دي ممكن أن في حفز يعني يستخدمها في نزاع أمام القضاء جداري، تمام؟ فهل يبقى لي حواسك أمام المستشورة ينزل النزاع؟ هل إيه؟ يبقى ليها وزنة؟ يبقى ليها وزنة مام المحكمة؟ بقى سؤالي قلت الفاتوة دي لو أنا استشهدت بقى كمحامة وفي محامين كتير، وإنت من حقك كمحامة أن أنت تستشهد بجميع ما يؤيد وجهة نظر، يعني أنت رفع دعوة واحدة ويؤيد وزنة نظر ده فيه فاتوة طالعة من مدارة الفاتوة، وفي مثل هذا الموضوع، والفاتوة إدت أحقية فيها، أي حق، أنا أقدمها للمحكمة، لكن هل هي ملزمة للمحكمة؟ لا، ليس ملزمة للمحكمة، المحكمة في مبدأ، أنتو كلكم عارفين وخدناها بكده، مبدأ اقتناع القاضي، اقتناع القاضي، إيه؟ أن المحكمة تكون مقتنعة بالدليل المقدم لها، ومقتنعة بنص القانون، ومطمئل نظامي لها لكده، وإذلك يغلب الأحكام؟ تطلعت عليها المحكمة وطمئل نظامي للمدليل، أنه يبقى فيها حياناً تقارير خبرة، والمحكمة تشوف بحسها القضائي، أن تقارير الخبير ده ملعوب فيه، أو مش وقع، فأقول لك تطلعت المحكمة على تقارير الخبير، ولن تطمئن له، وبالتالي عملت طراحات وجاذباً، ما خدتش ليه في الحق، وحياناً يجي تقارير خبير ملعوب، اقتنعت به المحكمة وطمئن نظامي لها، واتخذتهم سنداً لحكمها، يبقى كل مستند يقدم للمحكمة فتوى، وحياناً يبقى فيها حكم القضاء، ممكن حكم طرف في مثل هذه الحال، لكن المحكمة شافت أن الحالة التي تحصى حالياً قد لا تتناسب أو قد لا تكون متوافقة بالضرورة مع من؟ مع الحكم، بدلين المحكمة نفسها بتقدر عن أحكمها في بعض الأحيان، يعني ممكن المحكمة السنة دي يطلع حكمها على حقية، في ذات الموضوع يطلع السنة اللي بعدها يطلع حكمه الرافق، مرغم أنه ممكن الموضوع ما يختلفش، بس يعني ترجع بقى هنا لاختلاف الوقاعة لنظرتها المحكمة، اختلاف المدولة للمحكمة، هل جد جديد؟ هل هل هل؟ المهم أن المحكمة تحكم بإيه؟ بقناعتها، إنما أي رأي قانوني مبدأ من جهة الرسمية المفروض، المفروض أن المحكمة تأخذ بهذا الرجل كله في حزبانها، ولو حتى نسبة معجلة، إنما حياناً في محاكم بترفض تقرير المفاوض نفسي، برئاسة نابل اسم مجلس دولة، ومعاها أدوية مستشارين في مجلس الدولة، وبيتدولوا في التقرير وينتهوا مثلاً لأحقية، ويجي الموضوع يقال على المحكمة، والمحكمة تأخذ رأي آخر، لأنه هنعرف بعدشان تقرير المفاوضين اسمه تقرير، هو تقرير بالرأي القانون، تقرير معناها غير ملزم للمحكمة، معناها أن المحكمة وبينشوف أنت هتشوف بعد كده، يعني، يعني واحد يقول لك أنا أحياناً بقى المحامة برضو معلش يعني، يجي المحمد وقول لك المفاوضين حكمتني بأحقية، المفاوضين لا تحكم، المفاوضين ايه؟ لا تصدر أحكامها، هو يجي وقول لك الحمد لله للمفاوضين ادتني ايه؟ ادتني أحقية وحكمتني بأحقية، وهو محمد بجرأة الدولة، لا لازم ما حكمت ليش، هي أبدا ترى، وبالتالي ما اطمئنش خلاص، يعني ما أقولش بها ده النزاح خلص مية في المنطقة، لا أهم حاجة أنها هيروح المحكمة لسه، طلع حكم من المحكمة على ما أطلعش، عشان كده لدي مادي للدرجة بتاعها، وانت أمنتك كمحامل لما يجي واحد يوكلك في قضية، وتلاقي المفاوضين معلش يعني بعض المحامل اللي هو بيستعجل النتيجة، يبشر الموكل وقول له ايه ده المفاوضين الداتنا الحقية واطمئنهم إن شاء الله ايه؟ وإن شاء الله الدنيا ماشا كوي، يجي في المحكمة اللي هي المحكمة ايه؟ حكم اللي بقول له انت كنت بتضحك عليها، ليه؟ لأنه هو معلش ما يديش الرأي، تقول له والله احنا في مرحلة المفاوضين حالتنا، المفاوضين غير ملزاننا يعني استنى المحكمة، يبقى ربنا ايه؟ ربنا يا كريمنا والمحكمة تقايد ايه؟ تقايد تقرير المفاوضين، وممكن المفاوضين تدي رفض والمحكمة تديها حقية، مش معنات الاندخط رفض من المفاوضين تتشائم بقى وتبقى العضاية خسر، بيحصل كتير، المحكمة يعني لها غروف خاصة أو بمعنى صح، فعلا بيحكمها ضميرها وبيحكمها قناعتها، وبتحكمها المدولة، يعني في حاجات كتيرة في المحكمة ممكن انت تبقى شايفها خلاص، هتتبقى وانت تقايد رفض وانت تأتي لآخر حاجة يطلع ضجيل من المحكمة، يقول لك لا ده فيه رأي في العليا، كده تبهات، وطب نشوفه، تعدل المحكمة عن الرأي اللي كانت ماشي عليه قبل ما تطلع على الحكم، وتذهب لوجها أخر، ليه؟ وحيانا تبقى كده نقول لك، والله الرجل ده ابن حلال، بعد ما كان هاخد رفض خد ايه؟ خد احقية بنانا على رأي عرض زملاء أسهروا للمحكمة والمحكمة اتفعت علي، الشاهد اني طالما ما تطلع حكم ما اقدرش ايه؟ ما ا انا كسبت العضية ولا كسبتها، عشان كده برضو المحام يجب انه هو الامانة بتاعتهم تفرض عليه انه يخلي صاحب الشام يديله او يطلعه اول بورة على ما شايفه، وان احنا وصلنا لمرحلة كده وكده وكده، تمام؟ نجي ليه اختصاص القسم الفتوى زي ما قلنا، حضور اللي كان مبتة ده ده عمل تنفيذي، بتشتغل ايه تاني يدارتك الفتوى؟ بتشتغل مراجعة صياغة واعداد العقود الإدارية لتقرمها الوزارة اللي هي فيها، يعني، يعني وزارة الدفاع الفتوى الدفاع، كل العقود اللي تعملها وزارة الدفاع اكتر من خمس سلاف جنيه، تبقى لقانون مجلس الدولة، لان انتو راجع في ادارة الفتوى، ويتم برضو يتوزع الموضوع على عرض ويراجع كأنك محام في شركة ولا كأنك في ادارة قانونية، وبتصريغ العقد وتراجع وتشوف فيه مخالفة شكلية ولا مخالفة موضوعية للقانون، وبتأشر على العقد روجع، وفي نفس الوقت انك ليه ملحوظة على العقد؟ يعني مثلاً محطوش المحكمة المختصة في العقد، يقولهم لا، حطوا بندل ايه؟ للمحكمة المختصة بنظر اي نزاع ينشى عن هذا العقد، حطوا بندل مثلاً القيمة العادة قد ايه؟ حطوا البندل فيه ضريبة القيمة المضافة، شامل الضريبة او الشامل الضريبة، يعني فيه صياغة معينة للعقود صياغة قانونية، ادارة الفتوى بتراجع العاد ولو لها ملحوظات، ترد على الجهة الادارية على صحب على السلطة المختصة، صحب الاقتصاد، وتقوله ان لنا الملاحظات التالية، على هذا العقد، لازم يعدل العقد ويضيف الايه؟ ويضيف الملاحظات اللي ابدتها ادارة الفتوى، يبا ادارة الفتوى هنا ساهمت في ايه؟ ساهمت في معاونة الحكومة، في معاونة الجهة الادارية في انجاز عمالها، عشان كده هدي ده دور، هو دور تنفيذي ولكن اللي بيقوم به مين؟ القاضي الاداري، لأنه بيحاول يجمع بين عمل القاضي او خبرة القاضي في مجلة الدولة مع خبرته فيه؟ او مع دمج هذه الخبرة للجهة الادارية، بحيث ان انا يبقى معك مثلا في داخل الوزارة، في ادارة الشؤون القانونية، فيها سابعة، تمانية، عشر، خمستاشر زميل محاميين او اعضاء قانونيين، المفروض ان ادارة الفتوى دي هي، طبعا الشغل ادارة الفتوى بيبقى مع القانونيين بالذات في الادارة، فالمحاميين بيروحوا كنوع برضو من نقل الخبرة القضائية من القضاء الاداري للخبرة الادارية داخل الوزارة، ده المفروض برضو ادارة الفتوى يبقى كده، ليه؟ لان كل اللي بييجي عندي هيجي يرجع عقود، من المحامي هو اللي عمل عقل، فجاي يرجع عندي في الادارة، المحامي هو اللي عمل الفتوى بتاع الادارة هيجي يرجع عندي، الاختلاط او التمادج ما بين القاضي المتخصص في مجلس الدولة، وبين زميله المحامي في الجهة او في الوزارة المعينة، فبتشكل خبارات الاثنين مع بعض، عشان كده ادارة الفتوى تعتبر اضافة لايه؟ لأي وزارة، لكن وانا بمارس عملي بقى في ادارة الفتوى، انا خاضع للوزير ولا خاضع لمجلس الدولة؟ ها؟ خاضع لمجلس الدولة، ماناش خاضع لمين؟ ودي بقى ده السبب وبينها او اساسي، لان انا لما برجع عمل مش اخذ من الوزيق، من الوزير مش هادر يحسبني، ولا يبقى فيه ا Bombi telefonado، Verna قانة حادث عنه، انا برجع عملي كعمل قضاء واللي يفاتش عليها في عامل ميل؟ مجلس الدولة تفتيش خضائف مجلس الدولة ولو لا خضا يديني تنبيه يقول لي في كذا في كذا في كذا إذن أنا خالق الجهة عامل المكان يبقى فيه ممكن المكان يبقى في مجلس الدولة ولو معندناش مجال في مجلس الدولة وإذا ما يطلعنا علينا قدامنا في الغالب يبقى مقر إدارة الفتوى بتبقى في الوزارة المعنية أو في أحدى الوزارات المعنية تلاقي دور كده مثلا ما بتبع عليه إدارة فتوى مجلس الدولة بيستعيلوا بإيه؟ أو بمعنى صح بياخدوا مكان من الوزارة الشريفة قريبين من إيه؟ من الوزارة بدلا من عدوا يبعاثوا موضوعات لمجلس الدولة وراح جاي وبريدة راح وبريد جاي يبقى إدارة الفتوى في نفس الإيه؟ في نفس الوزارة للتقريب فقط لتقريب المكان فقط غير كده يبقى إيه؟ يبقى ممكن تلاقيها في مبنى المجلس نفسه وتلاقيها في مبنى مستقل وهكذا فكل تلات أربع إدارات إدارة مثلا فتوى الداخلية والخارجية والعادة لهم إدارة مع بعض الدفاع الوحدية لها إدارة التربية والتعليم والتعليم العالم والبحث العلم والجمعات فتوى المالية والرجل وهكذا تبص تلاقي كل كم وزارة الشاهد إن في كل وزارات الحكومة وهيئاتها العامة لها إدارة مختصة للفتوى في مجلس الدولة يبقى هنا ده دور تنفيذي ولا دور قضائي بيقوم به مجلس الدولة؟ لا دور تنفيذي على أساس إنه بيه مالس عمل إدارة وعمل تنفيذي داخل من للحكومة أو لوزارات الحكومة خلال؟ أدى ده شغل من ضمن إيه؟ القسم من ضمن أقسام مجلس الدولة ده هل العمل ده قسم قضائي ولا قسم إفتائي؟ قسم فرق قسم إيه فرق؟ تظلمات الموظفين اللي تابع الوزارة دي كلها موظف معين بيتظلم من علاوة من عدم طرقية من عدم مش عارف إيه إيه؟ بيخليين برضو أحد أعضال ده اسمه مفاوض الدولة لدى الوزارة فيعمل التظلمات لنين؟ ممكن نعمل التظلم ده خل الجهد تحته ما استجابتش ليه يروح منظل اللي مين؟ للمستشار مفاوض الدولة في الوزارة أنا كمفاوض دولة في الوزارة برضو مش دماغي لخايف من وزير ولا خايف من وكير وزارة بادر رأي القانوني كما لو كنت فيه؟ في محكمة وبقول الموضوع كذا كذا يبقى أنا أبديت الرأي معناها كده إن حتى لو لوزير مش عايز نفذه رأي بس هيحرج من مين؟ من قدرت الفاتوة إن قدرت الفاتوة إن قدرت الفاتوة نطلعه رأي انت مش عايز تنفذه ليه؟ الشاهد بدل ما أنت تروح ترفع عضية مجلس الدولة وتعمل كذا وتعمل كذا في القضاء؟ لا إحنا هنحللك مشكلتك فيه عن طريق إدارة الفاتوة فهي بتساهم إلى حد كبير في فض بعض المنازعات الإدارية خاصة المتعلقة بالموظفين والشئون الوظفية والعقود الإدارية وبعض المسائل اللي بتعني المين لوزارة بتساهم في إبرام العقود الإدارية بتساهم في حضور المناقصات والممارسات أيضا لو في مجال استقديمتا في داخل الجياس هي وزارة الدخلية وزارة الدخلية فيها مجال استقديم للدخلية للضباط الشرق فيها الأمام السقديمي التدهي وفيه مجلس استقديم السناء اللي بيبقى في عضوية مجلس التقديم مين؟ عضا أو أحد أعطاء إدارة الفاتوة المختصة إبقى أنت برضه بتساهم في العمل التقديم داخل الجاهة الإدارية اللي انت تتبした ده قسم الفتوى عشان كده بيقوم بظور كدة القسم التالي في مجلس الدولة ده هو ايه قسم التشريع قسم ايه التشريع يعني ايه قسم التشريع يعني داخل مجلس الدولة بنص القانون الكلاد او على الجهات الادارية قبل اصدار اللوايح ومجلس النواب قبل اصدار القانون لابد استطلاع رأي من لابد من مراجعته في قسم التشريع في مجلس الدولة عشان يضمن برضو سلامة التشريعات ويضمن عدم الطعون الكثير على التشريعات بعد كده بيحيلها الجهة مختصة طبعا في مجلس الدولة في برضو القاضي بتاع مجلس الدولة وممكن أنا أقول تبقى بكده بيبقى مؤهل لأنه هم إيه إنه هو يطلع فتوى وإنه هم يراجح تشريع ويصيغ تشريع ويصيغ عقود إدارية بدليل إن مجلس الدولة بيعامل إيه حالان أم أعضاء مجلس الدولة بتبقى للقانون لا يكتفي فقط باللسانس لا يكتفي باللسانس للترقية هو بيتعين مثلا منذوب مساعد لا يرقى للضربة التالية إلا بعد وحصولوا على إيه على دبلومين أحدهما في القانون العام شوف النص أحدهما في القانون العام ليه القانون العام لأن أنا بدرسي في القانون العام بدرس كل عناصر القانون بدرس القرارات الإدارية بدرس مادة إدارية مادة ديستوري مادة مالية عامة مادة قانون العقوبات يعني بدرس مكونات القسم القانون العام وكلمة القانون العام وفاكرينه قلنا إن القانون ده بينظم عمل إيه كل الجهات كل الأنشطة اللي الدولة بتدخل طرف فيها إن كان ديستوري ولا إداري ولا مالية ولا وان فيأخذ دبلومين أحدهم في القانون العام لإيه برضو أنا بأشتغل إما إنه مفتي بافتر القانون العام او قاضي بانظر نزعل قانون عام عشان كده بيشترق في عضو مجلس الدولة انه ياخد دبلومين احدهم في القانون العام او ياخد مجلسين في القانون العام عشان يبدأ يتحط على سلم الترقيان ويبدأ ياخد دوره بقى في العقدمية بتاعته لو مخدش الدبلومين دول ولا لو خد واحد بس يقعد تبقى للقانون المفروض ست سنوات وبعد كده يحول لموظف إداري ودي سلطة بيستعملوها في وقت يعني في وقت الاهتياك ان انا ممكن لو انت اعدت ست اثنين مخدش مجلسين ولا مخدش دبلومين احدهم في القانون العام خلاص تنزع عنك الصفة القضائية وتتحول لموظف إداري باحث قانون المعنى وصحف المجلس ليه؟ الدبلومين دول او الماجستور بيعملوا ايه؟ بيسقلوا الخبرة القانونية بتاعت المقارنة مجلس الدولة ليه؟ انت مفروض انت في الدبلومات برضو بتعمل ابحاث مطلوب منك بحث ولا مش مطلوب مطلوب مني بحث وبادرس مواده وبادرس درسات عليا مخ بيخضر فبيأهني ان انا يكون عندي القدر على ان انا اكتب فاتوى خمس ست عشر صفحات خمس ست صفحة تمام؟ اكتب بحث ويأهني ان انا اصيخ تشريع ويأهني ان انا احضر لجنب فاتوى مناقصات يعني بيدي لك الخبرة القانونية والعلمية والعملية اللي هي تؤهلك ان انت ايه؟ تبقى مفتن يبقى عندك الذخيرة العلمية ان انت تقدر تبدي ايه؟ تبدي فاتوى وتبدو رأي ورأي آخر وهكذا وان انت تكتب تقارير في هيئة المفاوضين ممكن فاضيها مثلا يوصل له عشرين وثلاثين صفحة ليه؟ لانه بيدي لك بقى الناحية الفقهية مع الناحية العلمية والناحية العملية عشان كده شرطوا في عوض مجلس الدولة ان هو ايه؟ ياخد دبلومين احدهم في القانون العام او ياخد من السر ليه؟ من هدي الخبرة العلمية بيمسقوا العضوى في مجلس الدولة رئيس قسم التشريع برضو بيبقى فيه حوالي عشر خمستاشر مستشار من مختلف الدرجات يرأسهم احد اقدم نواب رئيس مجلس الدولة السابعة في الغالب بيبقى هو رقم اربعة في الاخدمين يبعد مجلس النواب هيطلعوا قانون ينقشوه داخد مجلس النواب في اللجانة المختصة ابل ما يبدأوا ينقشوه تحت الكوبة لازم يبعتون مين؟ لقسم التشريع في مجلس الدولة رئيس قسم التشريع يحيله على احد الاعضاء احد الاعضاء يقضي بها هو المقرر بتاعه يفليه زي ما يقوله كده يفنده بمادة مادة ويشوف هذا التشريع متطابق مع القوانين المماثلة او القوانين ذات العراقة ولا لا ممكن يبقى فيه نصين مختلفين مع بعض فمين اللي يكتشف الحتة دي مهمتي انا كأفاق فاعبه في قسم التشريع ان نجيب كل القوانين واللوية هم ذات العلاقة بهذا التشريع حتى لا يصدر نص متعارف مع نص وحتى لا يصدر قانون مخالف القانون وحتى لا يصدر قانون مخالف للدستور بدلسوا من الناحية التشريعية ومن الناحية الدستورية ومن ناحية كمان الصياغة اللفظية وقدم ملاحظاتي للملاحظة واحد كده تعديل المادة كده لكده استبدال مش عارف ايه بايه احط الملاحظات بتاعه يعرض ايضا هذا التشريع مش مش هرائل العوض الواحده رئيس قسم التشريع يعرضه في مداولة اسبوعية على جميع اعضاء قسم التشريع فلان فلان معان تشريع كده ابدأ في ملاحظات كده لو يقوية اتفقوا عليه ممكن يقولوا لا بلاش الملاحظة دي ملاش كده يعملوا مداولة مع بعض وفي النهاية يتبع عادة صياغة التشريع بالملاحظات بتاعه ويروحوا بعتينه الرئيس مجلس النواب بجواب من ميه ملاحظة قسم التشريع اربعة يتعين العمل على تلافي هذه الملاحظات حتى يطلع التشريع يطلع التشريع سليم يبقى كده قسم التشريع في مجلس الدولة يشتغل مع مين اشتغل مع سلطة التشريعية او مع سلطة القضايا اشتغل مع سلطة التشريعية فاصبح مجلس الدولة بيساهم في الافتاء ان هو بيشتغل مع سلطة التنفيذية بيساهم في التشريع بانه بيشتغل مع سلطة التشريعية وبيساهم في القضاء او الاختصاص الاصيل بتاعه اللي هو ايه القضايا الاداري اللي هو قسم القضايا داخل مجلس الدولة عشان كده تبصت لايه عم مجلس الدولة بيشتغل ايه وهو في قسم القضايا قاضي يفصل في خصومه وهو في القسم الافتائي قاضي ولكنه يفتي في مسائل القانون الواضح ولكن ليمارس عمل القضايا اثناء فترة وجوده فين في قدرة الفترة هو في قسم التشريع بيشتغل مشرع او عمل تشريعي بيساهم في عمل السلطة التشريعية التلاتة دول مع بعض استلاء السلطات بتوع الدولة ولا سلطة واحدة استلاء السلطات انا قاضي اعروا سلطة قضائية مشرع بساهم في التشريع افتائي بساهم في عمل السلطة التنفيذية عشان كده اعروا مجلس الدولة ويعتبر مفتي قارون ماضي ويعتبر مشرع ويعتبر ايه ويعتبر قار هل كل واحد يقعد في مكانك كده على طول لا في حالة التغييرات يمكن كل مثلا تلس سنوات العضو يشتغل تلس سنين في إدارة الفتوى وبعدين يشتغل تلس سنين في القسم القضايا في هيئة المفاوضين والمحاجم وبعدين يشتغل تلس سنين في قسم التشريع وهكذا الكارل رد أنها يشغل معا لحد ما يطلع على المحاجم يبقى شغالين في الثلاث حاجات عشان كده سموه مجلس الدولة أصبح في قضاء وتشريع وتنفيذ علشان كده سموه مجلس الدولة ومن هنا جاءت مجلس الدولة لأنه هو يساهم في كل سلطات الدولة علشان كده سموه مجلس الدولة كلمة القضاء الإيداري التي أحيانا تطلق من علمة الناس يقول أنها قد تطلق كلها على مين؟ على مجلس الدولة لماذا؟ لأن عمل القسم الخضائي يعادل مثلا ستين في المية من اختصاص مجلس الدولة وال30% أو ال40% التاليين من قلت تلاقي 20% فتوى و20% تشهد يعني أنا كمحامي لدي مفهم يعني إيه لما تطلب كلمة مجلس دولة يعني إيه ولما أقول قضاء إداري يعني إيه ولما أقول إفتاء يعني إيه ولما أقول هاخد فتوى يعني إيه وإن ترجل الفتوى لما تجهش يعني إيه كمحامي مثلا لو واحد جالك على مشكلة بدل مع أطول تقولنا أن أروها فعل القضية في مجلس الدولة وحتى لو هي منازع إدارية ممكن تعمل إيه تحلله مشكلته برضو بس عن طريق إدارة الفاتح وممكن تجيب نتيجة معاه وفي نفس الوقت إيه بأنت كافية إيه مجلة التقادل وكافية نفسك المحاكم والكلام ده كل عايز تطلع على المحكمة خلاص يطلع على المحكمة هذه القسم من الأساسين القسم التالت بقى اللي هو إيه القسم القضائي وهو الغالب القسم القضائي بيبدأ من إيه في مجلس الدولة يبدأ من حاجة اسمها المحكمة وبتبدأ قبل المحكمة بقى حاجة اسمها هيئة الإيه؟ هيئة مفاوض الدولة هيئة مفاوض الدولة هيئة مفاوض الدولة دي عملوها ليه؟ هي أحد قطاعات القسم القضائي في مجلس الدولة عملوها ليه هيئة المفاوضين؟ المشارة لما جابوا أو لما عملوا قانون مجلس الدولة أو لما عملوا قانون القضايا الإداري برضو إن المناد على الإدارية ذات طبيعة الخاصة ليه؟ إن المناد على الإدارية معلش أنت بتختصم مين؟ بختصم إدارة، بختصم دولة، بختصم حكومة أو حكومة بتختصمنا يعني أنت لو مش دافع الضرائب دلوقت هتعمل إيه الحكومة؟ ها؟ ومش تربع عمل تبع عقلك في الضرائب تعالى زادت الضرائب وانت مش هراد ترفع هتعمل لك إيه؟ هتروح ورافع عليك دعوة في المحكمة خلاص، تعمل إيه في المحكمة؟ هتجيبك عن طريق المحكمة وانت راح حكم قضايا مرزم غصب عنك تدفعه وإيه الضرائب أحد موارد الدولة الأساسية زي ما أنتو عارفين؟ فتلاقي إيه؟ الدولة عايزة حقها فتبقى هي مدعي إنت عايز الحق بتاعك بتبقى إنت الإيه؟ إنت المدعي ففي منازعات القضايا لداري في منازعات أفراد نعين من المنازعات نعين من المنازعات منازعات أفراد ده ومنازعات إيه؟ ومنازعات موظفية نسموها المنازعات الوظيفية الأفراد اللي هم عمين؟ الأشخاص العادي هم ليسوا موفقين يعني الشخص العادي واحد طلع له قرار نضع ملكية البيئة واحد طلع له قرار نضع ملكية الأرض طلع له قرار إزالة طلع له مش عارف قرار تخصيص عدم تخصيص طلب أرض اللي هم الأفراد العادي اللي كل قرار الدولة طرف فيه كل نزاع الدولة طرف دي نسميها منازعات قسم كامل في مجلس الدولة اسمها المنازعات الوظيفية منازعات الأفراد كل المنازعات اللي الدولة طرف فيها مع الأفراد أي واحد عايزة جنسية قضايا الجنسية قضايا الضرائب قضايا الاعتداء على أراضي الدولة قضايا الاعتداء على النير كل ما تتخيل أنهما فيه منازع إيه منازع إدارية وبخاصة بفرض من الأفراد دي بيسموها منازعات الأفراد قضايا العقود الإدارية النوع الثاني من المنازعات اسمه ايه منازعات الموظفين اللي هي خاصة بقطاع الموظفين على مستوى الدول بس الموظفين ميه موظفين الحرومة ها منازعات الموظفين شوف عندك كام اللي كمان اللي هم مش بتاع القطاع العام بتاع القطاع العام دولي يعتبروا موظفي قطاع خاص لا يخضعوا لمجلس الدول عشان كده برضو دي مهمة المحام ان انا لازم اعرف ان الموظف ده اللي جايدي واحد جايلك شغال في تركة كهربا مسلا وانا ليه مستحقات وما خدتهاش وانا ليه ترقية وما ترقاتش لازم اعرف الشخص ده يخضع للمنازع اليداري ولا يخضع للمنازع ده المستقرع لازم اعرف فتاوى وانا اعرف قانون مجلس الدولة يقول لك المنازعات الوظيفية الحكومية الخاصة بالاشخاص الخاضعين للمزارات الحكومية تمام لكن اعضاء الهيئات العامة موظف الهيئات العامة القانون اعتبرهم تابع مين تابع القضايا الاداري اعضاء بقى قطاع العمال العام موظف الشركات قطاع العمال العام في القانون الاداري ليسوا منازعات ادارية طب هتقول لي ما هي حكومة الدولة بتساهم فيها بس القانون قطاع العام نفسه خلى المنازعات بتاعتهم ايه يغلب عليها الطابع الخاص لان ده شركات لها مينزانيات خاصة فاعتبر الموظفين اللي فيها قطاع خاص شركات الانتصالات شركات الحاجات اللي الدولة بتساهم فيها ولكن ليست لها الصفة الغالبة فيها كلها دي شركات قطاع خاص انا يجيني واحد الوقت لازم تعرف تروح ترفع له في مجلس الدولة في القضايا الاداري اجي انا افحصها كمحكمة الاقي الراجل ده شركة قطاع عمال عام هو الحاكمة المحكمة بايه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوة لان ده لازم يروح محكمة عمالية تابع القضايا الايه تابع القضايا الاداري اذا برضو بركز دايما مهم جدا 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 للمحامي انه يعرف الاختصاص ويدرس الاختصاص وانواعه وقبل ما تيجي ترفع الدعوة هات قانوني الشخص ده واحد شغال في شركة القرارة اجيب قانوني شركة القرارة واحد شغال في هاية معينة لازم اجيب الهاية دي واشوف الطبيعة القانونية للهاية هل هي اقطاع خاص ولا اقطاع عام وممكن ابحث بقى في الاحكام الادارية العلية المحكمة ابلتها ولا ما ابلتناش عشان اوفر وقتي وجهدي من البداية المهم فيه منازعات وظيفية كل ما يتعلق بالحياة الوظيفية للموظف من ساعة ما يتعين لحد ما يطلع معاش ما بين منازعات تعينات منازعات ترقيات منازعات علوات منازعات نجب منازعات اجازات ادارية اجازات مرضية كل انواع الاجازات بقى انواحها وبعدين بقى بين معاش ومنازعات المعاش وما بعد المعاش شغلانة تلاقي كل ده منازعات اسمها المنازعات الوظيفية ولدرجة ان مجلس الدولة خصص المنازعات الوظيفين بين حوالي 21 دايرة متخصصة في المنازعات الوظيفين هل انتك هذا الخاص ولا كان هذا العام وده هيعامة ولا ده ايه يعني لدي من الكلام ده كله لما اخش داخل المكان او لما ادخل القانون ادرس القانون بتاع الشخص اعرف انا هوجه المنازع فيهم بالظهر والان هداية لو فيه دوات يعني قرار لجمعين العمية بتوضيع الاختصاصات تبديد دايرة تعينات ولا تلقيات تبديد دايرة انتدابات ولا تنقلات تبديد دايرة مش عارفة قبل مدرس لان انا ليه بقول لكم الكلام ده لان انا بقول لكم بيصعب علينا حال المدعي وحال المحام ليه تبصد لها العضوية بعد سنة انت تقرقل تلطيت حكم بعدم الاختصاص طيب ليه لو المحام اسمح لدرس او اتقل الدراسة من البداية كان وفر على نفسه ووفر على المواقل عشان كده حتى داخل يبقى انت عندك شوف اختصاص وراب بها تاير قضاء واختصاص نوعي داخل قضاء مجرس الدول هل دي مندعط افراج ولا مندعط موظفين لازم اعرف اروح دوائل افراج ولا اروح دوائل موظفين منازح دي يا استيز منازح دي يا استيز منازح دي يا استيز منازح دي يا اما كانت متو اتنين منزعة ايه يا استاذ لا الوراك الوراك انت الوراك انت انت تبص ورا انا ببص لك انا انت حضرت منزعة دي ايه منزعة منزعة ايه منزعة ايه باش افراد اتأكد امت تبقى منزعة افراد وامت تبقى منزعة الموظفين عندما لا يكون المختصم او لا يكون المدعي موظفا عاما دي تعتبر منزعة افراد حتى ولو هي متعلقة بقرار ايه الموظف العامل او اللي طلع على المعاش اذا كان بينادعم في معاش او حقوق معاشية يبقى دي موظف عام او كان موظفا عام والموظف العام اللي هو شغال حاليا في ادارة من ادارات الدولة اللي هي الوزارات والهيئات العامة والحكم المحلي ولا الادارة المحلية وما يتعلق به طيب منزعات النقابات زي نقابة المحامين لو انا متعلق بحاجة من نقابة المحامين اعمل ايه دي منزعة ادارية ولا منزعة افراد ولا موظفين لو انت دلوقتي جيت تطلع على الكرنيف ما دوش ندلك الكرنيف في مشكلة على الكرنيف في مشكلة على الانتخابات عايز تترشح ومنعوك من الترشيح للانتخابات كل القضايا دي كمحامل لدي ما بعارف حقوقه وهل الموظفين طيب الموظفين اللي في نقابة المحامين اللي في النقابة نفسهم اعتبر موظف عام ولا اعتبر موظف فتاح خاص ها 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 طيب لو انا متعلق بالعضوية يعني انت عايز تطلع كرنيف دلوقتي ما منعوك من عضوية النقاب دي منزعة ادارية تختص بها مجلس الدول لو متعلق بالانتخابات كترشيح لعضوية مجلس النقابة ولا غير قضايا الانتخابات بتاعة النقابة نفسها وما يتعلق بها ليه دي هلليها في قانون المحامين محد الاقتصاد محكمة القضايا لكنها منازعة ايه منازعة افراد مش منازعة موظفين عشان كده لازم نقل القانون المحامين ما ده مهم جدا لازم ناخد قانون المحامين احنا لسه كان ساعدت ساعدت رئيس المجموعة اللي فاتت لازم نعرف قانون المحامين وادرسه لان دي الحياة العملية بتاعتك انت وغيرك بقى الموضوع يعني الموضوع عليكم عبق كبير جامد بس بقى ما نتشاقمش او بمعنى صحة واحنا نعمل ايه ولا هنعمل ايه لا هتلاقي العملية تمشي معاك ايه تمشي معاك درجة درجة وكل يعني ايه ما نقلقش فبالدراسة احنا دلوقتي بندل ايه ازا بقولك كده يعني ازاي تتعلم العقم ازاي تعرف تمشي وعدة الشغل بتاعتك ايه انما انت مش مطلوب منك دلوقتي ان انت هتكسب كل القضايا ولا مطلوب منك ان انت هتدرس هتدرس كل اللوايح بتاعة الدولة كلها تخلي كل حاجة ايه بوقتها انا بقولك لما اجيلك واحد مواكل تعمل ايه معه اولا لو هو موظف عام وعايز مشكلة وظيفية اول حاجة فكر فيها اجيب اللايحة بتاعة الجاة العمل بتاعه لو هو شغال في هيئة عامة الهيئات العامة بيبالها لوايح خاصة بها وبينزع على تلقيات اشوف لان ممكن امور التلقيات في الهيئات العامة بتختلف عن قانون العاملين المدنيين بالدولة او قانون الخدمة المدنية اللي هو خاص بل شغال في الحكومة يبقى اعرف المنازعة دي ايه اجيب قانون الجهة بتاعه لان فيه حاجة لادم تعرفة برضو ان دايما في القوانين والتشريعات الخاص يخصص العام الخاص ايه يخصص العام يعني لما يكون هيئة لها لايحة خاصة بها وفيه نزاع خاص بما روحش ابحث في قانون الخدمة المدنية فيه قواعد في المهنة معلومة من الدين بالضرورة يعني لازم تبقى ثوابت عندك لازم تبقى ثوابت عندك الخاص بخاص العام بمعنى ان فيه قانون ينظم مثلا الاعارة في هيئة معينة ملجأش للقانون الخدمة المدنية اللي هو برضو بينظم الاعارة ألجأ اللي مين لليحة الهيئة اللي فيها اللي الشخص شغال فيها يعني لا ألجأ للقانون العام الا في حالة ايه ما لاقيش نص في القانون الخاص يعني أجادة مرافقة الزوج مثلا في قانون تنظيم الجماعات اللي هي خاصة بعضها هي التدريس الجماعات ما فيش نص بينظمها في قانون تنظيم الجماعات ولكن في نص بينظمها في قانون الخدمة المدنية اللي هو قانون الوزارات وكاد نعمل ايه؟ واحد دكتور جامعة وعايز أجادة لمرافقة مراته مثلا نقول له ما فيش نص في القانون لا نقول كده وإذ خلق قانون تنظيم الجماعات من نص ينظم الاعالى او ينظم مرافقة الزوج فنلجأ بقى للقانون العام اللي هو قانون ايه قانون الخدمة المدنية مش معنات ان ما فيش نص الاول لو وجه النص خاص يبقى اطبق النص الخاص ما يلجاش لا يجوز لي انا كمحكمة ولا يجوز لك انت كمحامي ان انت تطلب حقك او حق الرجل ده تبقى للايه لقانون الخدمة المدنية الذي مرجع لقانونه او اللايحة اللي هي بتنظم العام العام وانك قادر ما انفحش ازيب النص بتاعه وروح ااخد نص قانون الخدمة المدنية لكن النص دايما في اي لايحة او اي هيا يقولك ايه تطبق احكام هذه اللايحة على الهايئة دي نفسها وتطبق احكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يارد به نص خاص في هذه اللايحة عشان منسيبش بايه الحاجة من غير حل ببقى معنات كده ان اي نص في اللايحة انطبق مفيش نص ارجع لقانون الخدمة المدنية قانون تنظيم الجماعات ما فيش مرافقة الزوق قانون الخدمة المدنية بينظم اجازة المرافقة نقول بقى واذ خالق قانون تنظيم الجماعات من نصوص تنظم اجازة مرافقة الزوق فنلجأ لقانون الخدمة المدنية بايه باعتبار الشريعة انعامة لاني اللي مالوش قبل او مالوش نص ينظمه في الدولة في موظفين الدولة ابوه مين ابوه قانون الخدمة المدنية زي القانون المدنية قانون المدني أو القانون الخاص لو أنت بتتكلم عن شركة تجارية أو عقد تجاري وما لقيتش نص ينظم العقد التجاري في الشركة التجارية أسيب الحكاية ولا أعمل إيه نقول كده بما أن ما فيش نصي بنلجأ للقانون المدني ونستعير أحكام العقد بتاع القانون المدني ليه لأن يعتبر الشريعة العامة للعقود حتى في القانون الإداري حتى في العقد الإداري كمان لو ما لقيتش نص ينظم المسألة اللي فيها العقد الإداري اللي قدامه كمحكمة بل جاء ليحكم العقد العامة اللي هي فيه أساسا نشأت فيه القانون المدني ليه لأن احنا نقول أن العقد الإداري ما هو اللي عقد توفرت له أركان العقد اللي نص عليها القانون المدني وزيد عليها اللي هي الشرور بتاعته أن تقرمه جاه إدارية وإن كده وإن كده فلو ما لقيتش نص ينظم الحالة قدامه ألجأ لين ألجأ للقانون المدني اللي بنعتبر السريعة العامة في الأحكام المدنية خلاص الكلام لازم أفهم كل اختصاص باختصاصهم وبعد دين لما أشوف المنازعة دي موظفين ولا منازعة أفراد داخل منازعات الموظفين أي نوع من الموظفين كل هيئة أو كل وزارة بينظمها القانون بتاعها أو اللايحة بتاعتها ما نجأش القانون الخدمة المدنية إلا في حالة عدم موجود نص في القانون الوزارة دي أو في اللايحة بتاعتها وأخذ كل حاجة بحاجة وبعدين أروح أرفعها الدعوة أشوف الدائرة المختصة أشوف التشكيل المحاكم أو توزيع اختصاص الدوائل داخل مجلس الدولة وأروح داخل على طول على الدائرة المختصة عشان ما تهش وعشان ما أخدش مشوار طويل وأرجع في الأخر أرجع لمن؟ أرجع للدائرة المختصة اللي بيحصل إيه داخل الدائرة المختصة بقى؟ بشوف قال هل أنا المنازع اللي أنا فيها فيها شقة مستعجر ولا ما فيش المنازع عن واحد مفصول من الخدمة في الغالب بتحط شقة مستعجر اللي هو إيه؟ وقف تنفيذ قرار الفصل وقف تنفيذ قرار الفصل ده يعمل إيه؟ هل محتاج مفوضين ولا مش محتاج مفوضين لو هو شقة مستعجر المحكمة بتشوفه فعلا وإن الحالة عاجلة وتتوافر لها للشقة المستعجر فيه ركنينس وركن الاستعجال فعلا وركن الجدية الجدية معناها إيه؟ إن هناك احتمال لكسب القضية وهناك احتمال للحكم وبطلان هذا القرار طبعا ده اللي بتحكم فيه المحكمة هي اللي بيتقرر إذا كان فيه استعجال ولا ما فيش وبعدين إما إنها ترفض للشقة المستعجر وإما إنها إيه؟ تحكم بوقف تنفيذ القرار لو رفضت الشقة المستعجر ما فيش استعجال بلازم بقى في مجلس الدولة تحيلها لمن؟ تحيلها لهيئة مفاوضة الدولة إذن هيئة مفاوضة الدولة هي جزء أساسي وركن أساسي وعنصر أساسي في نظر المنازعات الإدارية تحيل إليها المحكمة إما إن المحكمة تحيل منطقة نفسها لها وإما إن المحكمة إذا حكمت بالشقة بوقف تنفيذ القرار لو حكمت في الشقة المستعجة لو حكمت بوقف التنفيذ بطلع لك حكم بوقف التنفيذ حكمت برافض وقف التنفيذ بقول كده حكمت المحكمة برافض وقف تنفيذ القرار وإحالة الدعوة إلى هيئة مفاوضة الدولة لازم وإما عملتش كده يبرحكم باطل 100% لأن من ضمن اهتمام المشرع بالمنازع الإدارية ومن ضمن خصوصيات المنازع الإدارية إن ندم تتمحص تمحص دقيق ولما تتمحص تمحص دقيق تروح لمين عمل ورشة عامل داخل مجلس الدولة ليها هيئة مفاوضة الدولة ليه؟ لأن الهاية دي خلى اختصاصها مهمتها تحضير الدعوة تحضير إيه؟ الدعوة يعني عشان المحكمة تدخل أو القضية تدخل على المحكمة جاهدة بمعنى لأن دي منازع إدارية مهاش منازع مش اتنين ما تخلقين مع بعض وتعالوا هيستلحوا قدام المحكمة وخلص الأمر على كده ولا هي حتى عقد مدني سهل إن احنا نثبته لا دي أنا لازم هارجع للوايح وهارجع لقرارات وهارجع لتحقيقات وهارجع لكده فقد يصعب أو بمعنى صح ممكن ياخذ الوقت كتير من المحكمة نفسها لا هي تحكم لو هي قاعدة تحضير عشان كده من ضمن حقوق المدعي وحقوق المدعري ومن ضمن يعني تحقيق العدالة الحقة قال لك لازم نحضر الدعوة ونجيب كل المستندات اللي فيها فييجي هاية المفاوضين دي مجموعة من القضاء من مجلس الدولة مهمتهم برضو مقسمين لدوائر زي دوائر المحكمة يعني أنا لو عندي مئة دائرة في القضايا الإداري بابع عندي مئة دائرة فين في المفاوضين يعني مثلا دائرة الأفراد مثلا الدائرة أولى أفراد فيه دائرة أولى للمحكمة وفيه دائرة أولى من مفاوضين أفراد يعني كأنك المحكمة والعضية في مجلس الدولة بتمر على محكمتين بس محكمة الأولانية تحضرها وتكتب فيها الرأي بتاعها والرأي غير ملغم ولا يفض المشكلة والمحكمة التانية اللي هي بقى بتطلع لإيه؟ بتطلع الحكم ده عملوه ليه؟ عملوه عشان المنازع الإدارية منازع شديدة الشان وبيترتب تخيل انت مثلا ممكن تلغي قرار إدارية ترتب عليه مثلا أغلب المنازع الإدارية الحكم بتاعها خاصة دعوه للغا بيبقى أثارها على مستوى الدولة يعني لما ألغي نص ضريب على مستوى الدولة فكننتم مثلا موضوع للحكم بتاع الخمس علوات اللي عاصلت من الموظفين خمس علوات ده أصل في ميزانية الدولة على مستوى الدولة لما ألغي انتخابات على مستوى مثلا محافظة على مستوى دائرة إذا القضايا الإدارية قضايا ذات شاء ما هيش قضايا شخصية حتى لو فيها جانب شخص بس في الغلب بيبقى فيها جانب جانب عام عشان كده لازم تتحضر كويس ولازم يتحكم فيها كويس فقالك لازم تتحضر نعمل هيئة من المستشاريين مخصوص قبل ما تروح المحكمة اسمهم هيئة المفاوضين فتلاقي هيئة مفاوض الدولة لدائرة الأفراد هيئة مفاوض الدولة لدائرة أولى موظفين الدائرة التانية مش عارفة لدائرة التلقيات كل دائرة لها هيئة مفاوضين خاصة تنسك الدعوة بينظورها بردو قاضي ويخلاص يبعت الدعوة تختل انت رفحت الدعوة رفع دعوة على وزارة معينة الموظف معين بتعمل المحكمة بتبعتها لأطراف الخصومة عشان الجهة ترد وده يرد وان عايز القرار لدائري وعايز التضوّم من القرار وعايز كده والجهة لدريها ترد وتخططوه ليه في التلقيه وعليته ايه يعني كل ما يتعلق بالفصل في القضايا تاخد لها جالسة اثنين ثلاثة ده هي ما تاخد الى ان يتم استكمال جميع المستندات من الطرفين ويجي الطرفين قدام المحكمة اللي هو المحامي اللي رفع الدعوة ومحامي الجهة لدريها اللي حضر عن الجهة لدريها يطلب حاجة الدعوة لإيه مش للحكمة باخر المفاوضين مش للحكمة فالمفاوضين حاجة الدعوة للتقرير يحجزها القاضي للتقرير يتم توزيحها على احد العضاء المعاهد برضو يكتب الرأي القانوني فيها ده ما بتاع الفترة كان بيعمل يكتب الرأي القانوني وكل المسائل اللي تصيرها هذه الدعوة يتم المدولة فيها يعتمد هذا الرأي ويرفع لمين يرفع للمحكمة اللي هي تفصل بها اللي هي برضو ذات مش ذات الدائرة لدائرة المحكمة اللي هي بتقول حكمة المحكمة تشكيب المحكمة دي بقى بيبقى ايه هي بيبقى من ثلاثة القضاء على الأقل في المحكمة الإدارية والقضاء الإداري ويبقى من خمسة في المحكمة الإدارية العليا وبيحضر معهم في تشكيل المحكمة مفاوض الدولة اللي هو ايه من الدائرة اللي عملت التقارير بتاعها تمام وبعدين المحكمة بتشوف التقارير وبتشوف كل المستندات وتطلع ايه وتطلع حكم فيها وان شاء الله نكمل أسبوع القادم في باقي اختصاصات هاي المفروضي الدولة لان هي هيئة مهمة مهمة ودادم نعرف شغلها ماشت زي بالظبط وبتشتغل كيف وإيه اللي نعمله قدامها المهم انت كمحامي ما تسيبش خطة من ضمن الخطوات دي إلا لما تدرسها نظريا وعمل اشتركوا في القناة